على دراجته النارية قطع عزيز مسافة من أقصى غرب اليمن إلى أقصى الجنوب الشرقي حيث فر الرجل وعائلته من ملاحقة ميليشيات الحوثي ووصل إلى مدينة سيئون في حضر موت قادما من محافظة الحديدة وفي هذا المكان يعيش هو وأسرته وسط هذه الخيمة إذ تعد مكان للنوم ومطبخا لإعداد الوجبات بالإضافة إلى مستودع شخصي لأغراضه كما أن عمله الوحيد كسائق إجرة بدراجته النارية وسط مدينة سيئون وهي مصدر دخله الوحيد حاربت من حاربة الحوثي ويضرب حنا ويدأي أننا دواعش وشال علينا بيتنا وقد استقنت 20 يوم وحربت إلى هنا أنا وعيالي فوق السيكل لا هنا من الحديدة ومشيت طريق باقي من باقي طريق الدمار من دمار إلى رداء ومرداء إلى مارب من مارب لمنفذ الودياء من منفذ الودياء لا هنا فقصة خمسة يام ماشي والطريق لا هنا قصة عزيز المول ما يروي فصولها ابتداء من اختطافه وسجنه من قبل الحوثيين مرورا بتعذيبه ووصوله إلى خروجه من المعتقل وفراره إلى مدينة سيئون فالحال هنا ليس أفضل من ذي قبل التزداد المعاناة خصوصا في شهر رمضان وفي ظل أجواء الصيف الحارقة والله وضعنا في رمضان وضعي سيئة مع درجة الحرارة يعني أربعين والخيمة يعني مع المكيف صغير ما يكفيش بالخيمة يا الله واحد منشي حاله الدنيا حمى يعني لا معانا مساعدات لا معانا أمكانيات ولا معانا أي شيء حتى سلة غضائيا ما فيش ولا في دعم حتى في رمضان ليس عزيز أسرته الوحيدة في هذا المكان بل مئات من الأسر التي تلاحقهم الأزمات فلا إغاثة حاضرة ولا دورة للسلطة المحلية يذكر معانا أثناء هنا تشوفوا لا مكيفات لا حمامات ومرتيب عوقه داخل بالنزعها لا نزع ولا معانا أي حاجة لا معانا سلة غضائيا ولا معانا شيء والله لا يوجد أني أي حمام ولا أني بطوخ كما تشوفون ما أني إلى هذه الخيمة ولا مكيف هذه الصراحة يعني غير موجود هذه الأشياء كلها موجودة وأنه رقم الفائل الخير أن يقدم لنا ما يستطيع فلا ذلك إحصائية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء تذكر أن عدد النازحين في وادي وصحر حضرموت بلغ حتى مطلع العام الحالي أكثر من عشرين ألف نازح تتفاقم معاناتهم يوما بعد آخر دون تدخل السلطة لإنقاذهم أن تعيش في الأيام العادية وسط هذه الخيمة أمرا سهل لكن أن تستمر فيها خلال شهر رمضان ومع ساعات الصيام الطويلة يتطلب منك صبرا أكبر فهذا غيظ من فيض فكل زاوية منها تحكي معاناة مختلفة حدد مسعد كناتو بلقيس من مدينة سيئون حضرموت ترجمة نانسي قنقر